بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل في إزالة النجاسة والأشياء النجسة ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب كما في الحديث المتفق عليه والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر ودم الحيض نجس والمذي وهو ماء لا لون له يخرج عند المداعبة أو الجماع والودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول ومن أصابه مذي أو ودي فإنه يغسل ذكره ويتوضى ولا يجب عليه الغسل ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة أي لا دم له والسمك والجراد لأنها طاهرة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية ويعفى عن يسير سائر النجاسات ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منها يسير سلس البول لمن ابتلي به يجب على من يشك في خروج شيء من البول بعد الوضوء أو أثناء الصلاة أن يعلم أن هذا قد يكون وسواساً ووهماً لا حقيقة له فلا يفكر في ذلك وليتلهى ويعرض عنه وليشتغل بما سواه وليتناسى هذا الأمر مع الاستعاذة بالله عز وجل وحينئذ يرفع الله عنه هذه الوساوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتا أخرجه الدار قطني وأصله في الصحيحين وقال أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة ومني الآدمي طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه أبو داود وأحمد فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر